السلام عليكم احنا مرة اللي فاتت وقفنا عند انتاج غزة تصنيع من الميسان اللي هو كاربومونوكسايد والهيدروجين وبعد ذا انتاجنا منه الميسانول طيب ايه الهدف من انتاج الميسانول الهدف من انتاج الميسانول هو عمل بعض المراكبات العضوية او اللي نقول عليها بيتركوماوية منه زي ايه الميسانول ممكن نطلع منه سيانيد الهيدروجين طلع منه الفورمالضاهايد طلع منه حمد الخليك الكولوروميسان الميسانول سلاسي بيوتالي ايسر امينات بروتين استرات طبعا احنا مش هنغطي كل التحضيرات دي دي كلها عشان ليه ان الفورمالضاهايد بيطلع منه وصناعات كثيرة جدا هنشوفها خمد خليك نفس الكلام الامينات نفس الكلام بروتين فحنا هننقي الاهم جزئية في التامة المراكبة الدول ونتكلم عليهم بالتفصيل عشان نبتدي نعرف الصناعات البثروكوموية المختلفة اللي نتجة من الميسانول اول حاجة هنتكلم عليها هي طبعا الفورمالضاهايد لاهميته الفورمالضاهايد ازاي بيتكون احنا بنفاعل الميسانول مع اكسوجين في وجود مولاديم اوكسايد وموجود فرق اوكسايد عند 450 درجة مقوية يديني الفورمالضاهايد كده وبس لا هنمتدي ناخد الفورمالضاهايد ده عشان ننتج منه بعض المركبات اللي تحت منه اللي نقدر نستفاب بيها في الصناعة اول حاجة هنتكلم عليها هي الاليافة الصناعية الاليافة الصناعية بتيجي من حاجة اسمها وان فور بيوتان دايول اللي احنا شايفينه تحت ده ده نتيجة ايه شوفوا بقى تفاعل جزي ايه من الفورمالضاهايد مع جزيه اسيتلين طب ازاي الهدروجين تشال الهدروجين دي حامدية الهدروجين دي حامدية سهل نزعها ليه عشان احنا عارفين طبعا الهيبيدروجيزيشن اس بي اعلى من الهيبيدروجيزيشن اس بي 2 اعلى من الهيبيدروجيزيشن اس بي 3 وطبعا الاسيتلين اس بي فايه اللي بيحصل دي طبعا لو احنا حبينا نكتبها دي عبارة عن سي اتش تو ضبل بوند او مش دي شكلها فايه اللي بيحصل الهيدروجين بيفكدو الاسيتلين في صورة مجابة طبعا فبيخرج دي بتكسر وهنا دي بيبق عليها شحنة سالبة ودي شحنة مجابة ودي جهوب ترزق في الاسيتلين زي ما احنا شايفين هادي 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 CH2H CH2H طبعا اله دي جاية من الاسيتلين اله دي جاية من الاسيتلين خلاص طبعا انتو احنا طبعا احنا مش في صدد عشان نشرح ميكانيزم في كمية عضوية انتو مفروض احسن مني في الموضوع دوت ولو حبيته سؤال فيه لنسأل بس لازم نحط في دماغنا ان الهيدروجين بتاعة الاسيتلين الهيدروجين عاملية بتتفاعل مع اللوم بيروف الالكترون مثل الاوكسجين وبتكون يعني بتكون للاول انا بصراحة مش قادرة سيبكم ومن غيرها فانه بتبقى عاملة كده OH يبقى عليها بوسط في الشارج نتيجة اللوم بيروف الالكترون تتفاعل مع مين مع الهيدروجين طبعا الهيدروجين خارجة عليها شحنة مجابة يعني سيبة مع الاسيتلين شحنة سالبة فديك تتكسر عشان يعود البوسط في الشارج اللي هنا فلما يعودها يخليها ايه متعدلة ويبانى فيه شحنة ايه مجابة فالمجابة تبس مع الايه مع السالبة ويديني CH2H C صراحة انا مكنش قادرة اشرحها بس انا يعني استفزتني فانا حبيبت ايه اقولها لكم وانتو طبعا تكملوها طيب الوان فور بيوتان دايول هو السمرة اللي نفجة من الفورمال دايد عشان نطلع منها البولي استر اللي نصنع منه الاشاربات الحريمي والشاربات وعدة حاجات هنعرفها في صناعة البوليمر بس كده احنا ننتجي الفورمال دايد عشان كده بس لا الحاجة التانية عشان نطلع منه سوداسي هكسامين او سوداسي مسايل الامين وده نستخدمه في الاصناعة الادوية فاحنا نخلي بالنا هنالك بشوفه عشان نطلع بطوش هنا فيه كم كربونا ادي واحد ادي اتنين ته ثلاثة اربعة خمسة ست احنا وقدين كم كربونا ست وقدين كم ناتريجين اربعة وهم اربعة واحد اتنين تلاثة اربعة ده اسمه هكسامين وقدين بالكم وده بنستخدمه في المراكبات الدوائية اوكي ده تحط تحت منه خطين لو كف وقت اعترض يعني بتيدي نتعرض ده ونشرعه بالتفصيل بس كده لا في حاجة تانية اهم هي اهم بالنسبة لبعض الناس طبعا احنا بنمتج بنت ريس ريتول وشوفوا ده بيستخدم في ايه دهانات مفيش مشكلة منظفات مفيش مشكلة المصيبة الكبرى متفجرات هنفرق عدين لا احنا هنا احنا شوفوا اصناعة زي ما فيها الشر فيها الخير بس هنا في حاجة مهمة جدا الفورمل ضهايد اللي انا باخده لازم افعله شوفوا اسيتر ضهايد ده اسمه اسيتر ضهايد فاكرين أرضو الكندنسيشن وكانيزارو والعالم الكبير ده فاكرينها ولا كنا نتكلم على انه الهاتروجن عندها انه الهاتروجن طبعا هنا حميدية ففتخرج بسهولة ويتفاعل فاكرين طيب هو نفس الكلام بتاع كانيزارو بمعنى ايه انه الاتنين طبعا اسمه كروست الضو كوندنسيشن طبعا هسيبهاركم انتو تذكروها طبعا هنا دي ما عنده هادروجن نو الفا هادروجن ودي عندها ثلاثة الفا هادروجن فاشكرا ما يمع لها كروست الضو كوندنسيشن في وجود بيز بناخد بيز قوي اللي هو الكالت سام اوكسايد ويبتدي يكون لي الاربعة اللي هن شايفين ثلاثة اربعة في وجود كربون ده بيستخدموه في صناعة المتفجرات بس هو مش هو متفجر لا بيستخدموه في صناعة المتفجرات نتيجة عالي التطاير ده عالي التطاير طيب يبقى المسانون خرج منه ثلاث مركبات مهمين مركب للالياف الصناعية مركب للدو مركب نصنع منه من النظافات و المتفجرات شكرا للمشاهدة واللقاء المرة الجاية في منتج جديد